تعالوا كمان بعد الوقت نروح للقاء مع طبيب الفريق الدكتور تامر أبو العينين عن بداية المعسكر وهيطمننا على العدة النادي الأهلي نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية موسم الماضي حققات الكثير من الألقاب حققات الخمس بطولات على مستوى المحلي والمستوى القري موسم القادم مطالب بالمزيد من البطولات طبعا فترة الإعداد بدأ النادي الأهلي هنا في النمسا أمور كتير جدا النادي الأهلي بركز عليها طبعا في هذه المرحلة لكن هنتكلم في أمور الطبية وخليني أرحب بأحدث الوجوه الطبية المنضمة لجهاز النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي دكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي دكتور تامر برحب بحضراتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخليني بركلك على انضمامك لمنظومة النادي الأهلي منظومة إن شاء الله أنت جدير بهذا المنصب خليني بركلك وتمنى لك التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حالك طبعا على تهديم الجميلة دي وإن شبعا شرف لي أكون متواجد من أسرة النادل أهلي عدتنا في الكواليس الانضمام للجهاز الطب للنادل أهلي ورئاسة حضرتك لهذا الجهاز المنظومة اللي أعتقد واحدة من أهم المنظومات داخل منظومة النادل أهلي هو بالطبع والنادل أهلي من الأندية قليلة في العالم اللي عندها منظومة طبية متكملة أحنا عدد عندنا عدد كبير من أستاذ الزملاء والمدلكين والألاج الطبيعي والتأهيل وكان لقاءاتي قبل التعاقد مع مستر كولر واتكلمنا واتنقشنا وشفنا منظومة يعني هم نكلمني على long term و short term أو يعني مدى القصير والمدى البعيد فإحنا بنكلم على مشروع إن شاء الله يستمر ثلاث سنين جايين بنتور وعوزين نوصل لمستوى العالمي الأوروبي في الإدارة الطبية مع توليك المسؤولية أوراسة الجهاز الطبي بدأنا في القياسات وطبعا دي أمور معتادة في الفترة بداية الموسم كلمنا بقى على القصادة اللي تمت للعبين وأخبار النتائج يا دكتور راتامر طبعا أنت حضرت معنا اليومين دون كان يومين طوال جدا إحنا أخذنا الستانرز الأوروبية وطورنا عليها كمان بمعنى أن احنا نكون عندنا ملف لكل لعب من أول ساسه الرأسه زي ما بيقولوا يعني وبنحلل في الأيام دي النتائج الرطالات سواء نتائج تحليل أشعايات عملنا دين إيه والاكتيز وحاجات أحدث ما يمكن يعني وإن شاء الله بنتائجها وقائية أكتم هي علاجية أنا أعوز أعرف العضلة بتاعة الفلانة هتقدر استحمل ضغط الفلاني يعني شغل علمي محترم مبني على شغل قديم التعامل طبعا طبعا بالسادة اللي كانوا قابلية وإن شاء الله كله نتائج جابية بإذن الله مجلس دورة النتائج اللي يقول لكابتن خطيب لا يتدخر أو لا يتوانى عن تقديم أي أمور تخص نحية الطبية هل في تواصل طبعا في هذا الأمر في بعض الأجهزة ممكن نحتاجه لأ الفترة القادمة بإذن الله وطبعا كابتن خطيب يعني مؤيد ومساند بشكل كامل الإدارة الطبية وإحنا في الحالة اللي احنا فيها نهاردة ما فيش حاجة نعصى زي ما يقولوا ولكن دائما فيه جديد وكل يوم فيه في العالم فيه جديد واللي بنطلبه من لي يعني الفترة الجاية ان شاء الله فيه جهازة ينضم لنا أحد الأجهزة هيجيلنا جديد يعني بس اللي موجود يكفي ويزيد عايزة روح بحضرتك لي الملف الإصابات اللي عندنا طبعا كان في عندنا لعبة عائدة من الإصابات تكلمني أكتر على كريم فؤاد أكرم توفيق عمر السلية في كلام كتير وكتادة كتير لكن احنا بناخد الكلام من المصدر هو الدكتور تامر أبو لاني طيب كريم وأكرم ان شاء الله بكرة عندنا زيارة لجامعة انسبروج مستشفى جامعة انسبروج بروفيسور فينك اللي قام لهم بالعملات الوات الصليبي ويبقى فيه أخبار ان شاء الله جيدة جدا ويبقوا معنا في التدريبات الجماعية بشكل كامل خريبا كابتن عمر السلية طبعا إصابة خفيفة كده في الخلفية يعني فقارة من فرصة يبقى موجود معايا ان شاء الله برضو أيضا خالد عبد الفتاح نقود تقرير شامل عن كافة اللعبين انت النهاردة معنا دكتور تامر مش هنسيب تفصيلة لما نتكلم فيها كابتن خالد عبد الفتاح بيقوم بما هو أكثر ما هو مطلوب منه الرجل يعني بيشارك بشكل شبه كامل مع ده بس الاتحامات عشان عندنا حاجة بسيطة كده في الكتف وجاري التقامها ومع بداية المسلمين موجود إن شاء الله أنا يعني أعرف ان المنتجعة والمكان اللي حنا بيكون فيه المعسكر واحد من حب يعني أفضل أماكن على مستوى العالم وبالنسبة لميستر مرسل لكولر بالنسبة لك أنت منحها الطبية شايفه إزاي شايف كل الإمكانات اللي انت تحتاجها في فترة العداد أكيد موجودة هنا في هذا المكان ده برضو من التوفيق ربنا صحنا تعالى أنا عيشت في فترة طويلة في ألمانيا وكننا المعسكرات دي بنشوفها ونشارك فيها وده طبعا معسكر الدائم متى منتخب النمسا سواء رجال أو السيدات مثل مرسل الكولر طبعا كان له دور كبير نحن ناخد تصريحنا بغينا مكان أكثر من رائع مكان مجهز بكل ما ممكن نتخيله وإن شاء الله المردود ده هيبقى قوي أوي على الفريق فرطات جاية بالنسبة لك في معسكر الإعداد أبرز الأمور الطبية اللي بتتكلم فيها مع اللاعبين مستر مرسل كولر بيتكلم معك في تفاصيل إيه أهم الأمور اللي تتكلم فيها طبعا معه ويعني وجود حضراتك أو رئاستك ليه الجهازة الطبية بالندل واحد نحن عنا على كل لعب نحن عندنا بسم الله ما شاء الله عادة كبير من اللاعبين فكل لعب له طريقة بيسمع جسمه بطريقة مختلفة زي ما بيقولها بواقع الطبي يعني مستر مرسل كولر بيحب التفاصيل هم داخل معنا التفاصيل كتير قوي وفي الأول وفي الآخرة نحن عاوزين اللاعب يبقى مبسوط خارجيا وداخليا عشان يدينا الأداء المطلوب شفت حضرتك على الطيارة على الطيارة من القاهرة للنمسا بتسأل لعبي مين قادر يتمرن للنهاردة أعتقد نقطة مهمة جدا ولازم نحن نوهي لهذا الأمر اللاعبة كان عندها القابلية بس هذاك عرضت الأمر على الاختيار ما بين اللاعبين طبعا يعني أنا عندي بعض اللاعبين زي خيالتكم نستم نتكلم أنا بفرمله يعني بفرمله شوية وبعض اللاعبين آخرين لا أعوزين الزقة فاحنا بناخد دايما قبل ما نحط الاستراتيجي بتاع اليوم أو الشغل بتاع اليوم منتفيه مع ميسر كولر ومع الجهاز نحن بنعدي على كل اللاعبة تاني بنسمعينك يأزي ربما من آخر تابريم حصل حاجة عنده بارد عنده شد عنده عنده فمنشوف الحالات اللي هي فيها تغير عن اليوم اللي سابق ونبدأ نتعامل معها بسرعة عشان يبقى مجرد في تابريم بشكل كامل دور تامر أنا بشكرك جدا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله مهم كبير جدا لكن انت ان شاء الله الجدير بهذه المهمة وتبقى موسم إن شاء الله مليه بالبطلات ونبدأه إن شاء الله ببطلت الصور بإذن الله كلام كتير وتفاصيل كتير جدا نوضح الأمور هذه الأمور لدكتور تامر وطبعا التفاصيل اللي بيركز علىها مستر مارسل كولر إن شاء الله تكون بداية مهمة جدا بداية موفقة لدكتور تامر وي جهازه المعاون وأيضا لفريق النادر ألي وكل منظومة النادر ألي من جديد تعود الكالبة للزملاء في الأستوديو من الحاجات المهمة جدا في أي معسكر هي الأدوات الطبية اللي محتاجها فريق النادر ألي الحقيقة دكتور تامر عبو العنين قايم بدور عالي جدا 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 هو رجل متخصص جدا في إصابات الملاعب وفي الحاجات اللي تخص فرق الكرة لكن الحقيقة إن إن يكون معسكر فيه كل الإمكانيات المتاحة للطاقم الطبي ده شيء مهم جدا ومن الأولويات في أي معسكر الحقيقة اختيار موفق جدا للمكان اللي فيه معسكر الأهلي اختيار موفق جدا لدكتور تامر عبو العنين راجل متخصص وراجل عنده خلفيات في الطب الرياضي وفي طب إصحابات الملاعب والكلام ده كله ده شيء ضروري جدا جدا جدا